نظرا لمساحتها أشاسعة عدو الصين واحدة من أكثر دول العالم من حيث التنوع الحيوية لقط نفسي أكدت سلطات بياس صينية أنها أحرزت تقدما بارزا في حماية التنوع البيولوجي خلال السنوات القليلة الماضية وذكر تقرير أصدرته سلطات صينية يوم الجمعة أن الصين أنشأت ما يقرب من عشرة ألف محمية طبيعية بما يغطي 18% من مساحة الأرض الصينية كما أعلنت 32 منطقة كمناطق ذات أولوية فيما يتعلق بحماية النباتات والحيوانات وأنشأت عشر حدائق وطنية تجربية وتم وضع 90% من نظم البيئة في الصين و71% من أنواع الحياة البرية الرئيسية تحت الحماية ما أدى إلى نمو أعداد الحيوانات البرية في الصين خلال الأربعين عاما الماضية وارتفعت عدد الباندا من 1100 إلى أكثر من 1800 بينما نمع عدد الأفيال الأسيوية من 180 إلى نحو 300 ومنذ عام 2000 أصبحت الصين أكبر مساهم في نمو الرقعة الخضراء في العالم بما يمثل ربع الإجمالي العالمي كما يرجع الفضل للصين في 10% من أصناف النباتات الجديدة في العالم التي ظهرت خلال العقد الماضي بواقع 200 نوع سنويا